شر مجرد بعد يا بيش لا حولة ولا أخو يا زلمة أنت ليش ما بتفهم من أول مرة أنا قلتلك بدك تجيب خشب مبلغ من هديك الغابة يا زلمة أي غابة وفي أنا غابات هنا هون تهبل أي بنا نصور يلا بنا نصور يلا بحكيك بعد الشغل مع السلامة صالنا ساعة ببهز فيك بقولك بنا نصور يلا نعتذر عن هذا الخطأ الفني المقصود والآن نبدأ بث المحطة الأولى مع البرنامج الصباحي على البدري مشاهدة ممتعة مشاهدينا الكرام صباح الخير صباح الأولى صباح المساجات والتليفونات الرائعة صباح الخير مشاهدينا بتحكي لكم نصيحة على الصباح عزيزي المشاهد لما تيجي تحكي تليفون وتعصب وتقعد وتصرخ يعني إذا سمحت يا بتسكي الخط بوجه يا أما بتروح بتحكي مكان ثاني أما إحنا مش حابين نسمع شو اللي بتحكي لأنه إحنا بنسمع شغل وجهة نظرك نسمع شو جهة نظر الشخص الثاني فيا أما بتسمعين عشان يقدر نحكم يا أما الله معك ونصيحة الثانية ما تعطي نصائح مشاهدينا اليوم بدنا نعرفكم على ضيف موهوب جدا على السوشيال ميديا اللي هو اسمه هو مشهور جدا شاكر مرحبا كيف حالك؟ كيف حالك؟ احكي لنا عنك كيف؟ أهلا وسهلا طمعا؟ أهلا أهلا بكم أنت ليش قاعد هاي؟ حاسك متوتر عادي عادي فيش شي عادي طبيعي أنا بالمقابلات دائماً هيك بتوتر لا لا ما توتر يكون طبيعي وعادي ما في شيء ريلاكس الكل بتوتر أول أشيك لأول مقابلة إلك مش مشكلة الكل بتوتر شو لياك منفوت على الموضوع شوي شوي احكي لنا أنت كيف هلا شو المشاريع اللي عم تشتغل عليها؟ شو عم تسوي هسا؟ أنا إلي سنة مخلص الجامعة حلو وبدرس خلصت دورتين محاسبة وعم بدرس توفل عم بدرس توفل اه اه اوكي طب اسمع شو رأيك؟ يعني إحنا حابين نعرف إحنا والمشاهدين يعني قصتك وعن حياتك وإنه مثلا مثلا حكي لنا إشي أنت فشلت فيه وحولت لنجاح هذا كثير مهم حاب أعرفين أنا فاشل دائما شو إنه متواضع شو عم جدا 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 أنا الحمد لله إذا ما نعتبره إنجاز خلص الجامعة بست سنين بست سنين حلو كويس طب خلينا نفوت أكتر بموضوع شغلك لأنه أنت حاطت على صفحتك أنك تحكي أكتر من لغة شو أنك تحكي لنا عنهم؟ كيف تعلمتهم؟ مع مين تحكيهم؟ هل أنت تعلمتهم عشان مجال شغلك؟ هل صراحة أنا عندي لغتين أنا بعرف أحكيهم أتعامل معهم منيح والجافا سكريبت وعندي قابلية أتعلم كمان لغات تانية ما بحكي سي بلس بلس يعني شو هذول اللغات؟ اللغات السي بلس بلس والجافا سكريبت اللغات سنين شو أذكر لكم اللي هي لغات البرمجة اللي هي بالإنجليزي اللي هي مجموعة من النصوص مجموعة من الأوامر لتعلى شكل النصوص لأوامر معينة أنا بطلت فاهم ما بعرف شو هذول اللغات وما بعرف أنت شو ممكن تقدم لنا أنا كثير حاب أشتغل معكم وحاب كثير أنه أكون معكم بالمكان هذا وبالشركة تبعتكم إن شاء الله اللغات قدام وهي هاي السيفي تبعتي مش فعما هاي الورقة مش حافظ هاي السيفي تبعتي مكتوب فيها أنه أنا كويس بالإنجليزي جيد بس أنا مش جيد بالإنجليزي أحد إشي ترنز على أنا ممتاز بالإنجليزي أها طيب آآ كويس ممكن أعرف أنت كيف جيت عنا يعني من وين جيت اه؟ أهدا كيف جيت عنا؟ من وين جيت؟ مش أنتو طالبين وموظفين شفتنا نزيل على موقع طالبين وموظفين أنا جيت بالباص ثواني ثواني باص شو وظيفة شو؟ مش أنت شاكر اللي جاي تعزف عنا قيتار وتطربنا وتسمعنا وإحنا مبسوطين لا أنت شاكر؟ أنا شاكر الله على الفرصة هاي الحلوة وعلى استطافتكم إلي مين هدي جماعة؟ وين شاكر؟ شاكر شاكر؟ شاكر؟ باغي كنت أحد مع شمية بالـ HR آآ 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 مايك بليز؟ إن شاء الله بليز؟ مايك بليز؟ حنسمع أغاني حلوة؟ آآ آآ السلام هذا الشاكر اللي بنعرفه هذا الشاكر اللي بنعرفه مشاهدينا زي ما بتعرفه شاكر المشهور من أكبر موهبين السوشيال ميديا رح يعزف لنا مقطوعة تعلمها بإيطاليا لما شرب أول إسبريسو أعطي إيطاليا بدي؟ بعدين أنت صارت تغني لغات هلا لغات؟ آآ 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 آآ